السلام عليكم. النهاردة هنزل على نتفليكس فيلم تاكسي درايفر. فاقلت بقى استغل الفرصة دي عشان اتكلم عن واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها وواحد من اقوى الافلام اللي انا شفتها في حياتي. انا احمد جويش. بدي كناة برومو. تابعوا معاني الفيديو للنهاية. بتنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مصحبكم. متأكد انتم مشتركين في القناة وفعلين الجرس عشان نصاركم كل جديد. والله بيدقى بينا نبدأ عشان انا عندي كلام ك كتير محتاجة اقوله. وبيحكي الفيلم عن ترافيس. ترافيس جندي سابق كان موجود في حرب فيتنام وحاليا هو بيعاني من القرق. فده اللي بيخليه ان هو يشتغل صائق تاكسي طول الليل في مدينة نيويورك اللي هو بيكرهها واللي جواها غضب كبير نحية المدينة دي. ونفسه ينقيها من الفساد والاشخاص الفسدين اللي مليانها. وطبعا المراجعة بتاعتنا دي هتحتوي على الحرق احداث نظرا ان الفيلم قديم الفيلم انتاج سنة ستة سبعين. لو انت لسه ما شفتوش فانت مفوت على نفسك تحفة فنية لازم تشوفها. ولكن الجدير بالذكر برضو ان الفيلم للكبار فقط مش اي حد قدر يشوفه ولا يصنف للمشاهدة العائلية. الفيلم ده هو عبارة عن تحفة ابداعية مقدمة لنا من ثلاث اشخاص. اولهم طبعا روبرد دينيرو اللي قدر ان هو يعمل لنا اداء تمثيلي اسطوري. ثانيا هو طبعا المقري للكبير مارتن سكورسيزي اللي برضو عمل اخراج لا يقل روعا الاداء التمثيلي. وسالسا اخيرا هو الراجل اللي يمكن اقل شهرة في التلاتة وهو الراجل قدر يكتب لنا سيناريو رائع سيناريو سوداوي سيناريو رهيب. ولو لا ما كانش هيبقى التحفة الفنية دي موجودة. نتكلم بقى عن الكتابة في الفيلم بداية من كتابة شخصة البطل بتاعنا ترافيس بيكل. الشخص اللي كان موجود في الحرب الشخص اللي عائد من الحرب عنده الصدمة بتاعت كل الناس اللي بيرجعوا من الحرب. ومصاب شوية بجنون العظمة وعنده طاقة كره وغضب شديدة تجاه المدينة اللي هو عايش فيها مدينة نيويورك. المدينة اللي شايف ان فيها فساد ياما اللي لازم له وقفة. لازم حل للفساد ده وانه ينتهي والمدينة دي تنضى. شخص وحيد تماما بدون اي اصدقاء بدون حتى حبيبة بدون صديقة بدون اهل بدون اي حاجة موجود في المدينة دي لوحده تماما. بنشوف حتى ان هو لما بيروح مع زمان في الشغل الاخر اليوم كل واحد فيهم بيقعد يحكي عن بطولاته عن مغامراته النسائية عن الحاجات والمغامرات اللي مر بيها طول اليوم اما هو ما عندوش مغامرات يحكيها ما عندوش قصص بطولية ما عندوش مهارات نسائية يقعد يستعرض فيها ان هو قدر يعمل مغامرات طول اليوم وحاجات من الشغل ده ويعني مغامرات مع الزباين اللي جوم يركبوا معاه ما عندوش اي حاجة من الحاجات دي حياته فرغة تماما هو وعقله بس حتى لما شاف واحدة عجبته خد منها معاد وفكر ان الحياة بدأت تبتسم له وبدأ يبقى فيه تطور في حياته بسبب قلت خبرته يعني ضيعها منه لما طبعا شفنا خدها معاد في سينما السينما طلعت بتعرض افلام يعني مش حلوة افلام لا تصلف للمشاهدة وبسبب ده طبعا هي فهمته غلط وفهمة النوع غرضه يعني اغراض دنيئة وثابته ورجع تاني نقطة الصفر بسبب قلت خبرته وقلت خبرته في التعامل مع النساء بالخصوص وموقف بقى ورى موقف الوضع بيتحول من سيء لأسوأ هو خلاص مش قادر يستحمل مش قادر الغضب بيكله من جواه فهيقول لا لا خلاص انا مش هستنى حد ييجي بقى ويحط وضع للفساد ده انا هبدأ بنفسي وهحط وضع للفساد اللي موجود في البلد دي شخصية مكتوبة بشكل رائع للهاية شخصية سودوية بشكل كبير جدا شخصية بتوريك ازاي الوحدة او ازاي ضغط المجتمع عليك ممكن يحولك للجنون الشخصية دي هي شخصية الجوكر الحقيقية يعني هو ده بقى ده ده جوكر بجد مش الجوكر التاني اللي نعركه مع كامل الاحترام للجوكر بتاعنا ولكن ده هو فعلا الشخص اللي ازاي المجتمع ممكن يحوله ويغير منه ويخليه جوكر يعني هو بالنسبة لي ده ده الجوكر الحقيقي وبعد ما تتفرج على الفيلم هتلاقي ان يعني اكيد فيه جانب من جوانب شخصيتك قريب بشكل كبير لشخصية ترافيس اكيد ممكن تكون انت مش حابب البلد اللي انت موجود فيها مش حابب الوضع اللي انت موجود فيه مش حابب الفساد اللي حواليك فيعني هتلاقي حتما وعلا بد ان انت تلاقي فيه جانب من شخصيتك قريب لترافيس جوا كل واحد فينا موجود ترافيس صغير كده جواه ولكن اوعى تدي له الفرصة ان هو يكبر ويحولك لترافيس وتلاقي نهايتك زي نهاية ترافيس وجزء كبير بقى من الشخصية دي مستوحى من حياة بوليش ريدر بوليش ريدر كاتب الفيلم جات عليه فترة في حياته كان اترفت من شغله وبدأ حبه للأسلحة يزيد جدا وبدأ يبقى وحيد وما عندوش اي حد في حياته وبيقضي وقت كبير جدا في العربية بتاعته فمن هنا كتب الشخصية وحولها من انه شخص بقى بيقضي وقت كبير في عربيته لصائق تاكسي ومن اجمل الحاجات اللي موجودة في الفيلم على مستوى الكتابة وهو الحوار خصوصا الحوار بتاع الراوي الحوار اللي هو بيتكلمه مع نفسه حوار جميل جدا سوداوي للغاية عنصري شويتين تلاتة والفيلم اصلا عموما فيه بعض المواقف العنصرية اللي يمكن لو الفيلم ده كان في وقتنا الحالي كان هيواجه مشاكل كتيرة قوي ولكن بسبب الحوارات الجميلة والاداء التمثيلي الرائع ولكن لسه هنتكلم عن الاداء التمثيلي قدام الحوارات دي خلت ان الفيلم ده يبقى فيه بعض المشاهد الايكونية اشهرها طبعا المشهد وهو ويف قدام المرايا ويتكلم مشهد ده يعني مشهد اسطوري الناس كلها بتحب المشهد ده والفيلم ده معروف اصلا بالمشهد ولكن انا بالنسبالي اقوى مشهد هو مش المشهد ده والمشهد اللي بعديه على طول طبعا انا مش قادر اعرضه بالصوت بتاعه لان هو كله كان سب ولعن وشتيمة وحاجة يعني ممكن الفيديو يتحزف بسببه ولكن هو بالنسبالي ده المشهد اللي بيمثل الفيلم هو المشهد اللي بيمثل ترافيس والطاقة الغضب اللي جواه اخر النقطة بقى اتكلم فيها في جزئية الكتابة والقصة والسيناريو وهي النهاية النهاية اللي ظهر لها بعض التفسيرات ان هي مش زي النهاية اللي احنا شفناها في الفيلم احنا شفنا نهاية الفيلم ان المفروض ترافيس بعد ما قتل الناس اللي في البيت المشبوخ بيتعافى بتبتدي حياته تبقى احسن بيبتدي الناس يعتبروه قبطل ان هو خلص المدينة من احد اشكال الفساد ولكن بيقال ان مش دي النهاية الحقيقية النهاية الحقيقية للفيلم ان ترافيس مات ترافيس النتيجة للطاقة اللي هو اخدها في رقابته بعد كده فقط دم كتير ومات وكل اللي احنا شفناه ده كان في مخيلته هو وعقله صور له ان هو هيبقى بالشكل ده هيبقى بطل الناس هتحبه هتعتبره بطل وخلصه من الفساد ولكن هو في الحقيقة ميت والكل الكلام ده ما حصلش بل هو ادين بجريمة واصبح كمجرم ان هو هاجم ناس بدون اي وجه حق وحتى ايريس مرجعتش الاهلها مرة تانية بل اتحطت في احد ادوار الرعاية فالنهاية الحقيقة السودوية جدا ولكن لك حرية الاختار عزيزي المشاهد تختار بين النهاية اللي موجودة في الفيلم او التفسير التاني اللي خرج للنهاية كل واحد حر يشوف الفيلم بالنهاية اللي تريح دماغه هو ونروح للأداء التمثيلي روبرت دينيرو هو اسطور التمثيل من يومه يعني من اول مظاهر هو اسطور التمثيل واداء التمثيلي يعني حلو جدا في اي حالة حتى في اختياره للدور ده كان في بعض المجازفة لانه ما كانش لسه حتى روبرت دينيرو الاسم المشهور كان مجرد شاب واعد حتى ان هو كسب الاوسكار اسناء تصوير الفيلم يعني ما كانش داخل يصور الفيلم وهو نجم حاز على الاوسكار لا كان مجرد نجم وشاب له مستقبل واعد وطبعا قدم لنا اداء تمثيلي رهيب والراجل حرفيا شايل الفيلم الواحد والفيلم كله بيتمحور حواليه وقدر ان هو يعمل لك الشخصية بشكل ولا اروح عمل معايشة طبعا جميلة مع الدور الدور ده في خلال التحضير بتاعه راح قاعد مع جنود راجعين من الحرب راح قاعد مع ناس من اللي بيشتغلوا سوئين تاكسي راح قاعد مع ناس مرضى عقليين عمل كل المعايشة بتاعته اشتغل فترة كبيرة كصائق تاكسي مستغل بقى انه كان لسه مش النجم ما فيش ناس يا ما كانتعرفت عليه يعني هو مسلا واحد او اتنين اللي اتعرفوا عليه في خلال الفترة اللي هو شغال فيها صائق تاكسي عمل المعايشة الجميلة للدور قادر يدينا اداء تمثيلي رهيب وظلم كبير جدا انه هو ما ياخدش الاوسكار على الدور ده وكمان الفيلم ده شاهد ميلاد نجمة كبيرة جدا وهي جودي فستر اللي عملت برضو اداء تمثيلي رائع واللي اتنين بقى اترشحوا للاوسكار ولكن خسروها قدام ابطال فيلم نتورك بيتر فينش وباتريشا ستريت اللي اتنين دول ابطال فيلم نتورك فيلم نتورك في سنة ستة وسبعين كان هو المسيطر على كل جوائز الاوسكار اما عن الاخراج فالاخراج كان رائع من اول ثانية في الفيلم من اول ثانية التصوير والكادرات موجودة بشكل رائع جدا بتبين لك مدى السودوية مدى الوحدة اللي ترافز عايش فيها طبعا الاخراج قدر ان هو يبروز لنا عدة مشاهد مخلدة ويعايشة معنا لوقتنا هذا وهتقدل عايشة مستقبلا يمكن العيب الوحيد في الاخراج وهو المشهد الاخير المشهد القتالي والدموي اللي موجود طبعا لو انت بتشوفه دلوقتي فهو بالنسبة لك ضحك اما يعني هو ضحك اللي حصل فيه ده ضحك ولكن احنا متتكلم في نهاية ستة وسبعين فطبعا المؤسرات والشغل ده ما يعني كان موجود اللي هو بتعامله بحاجات بدائية فيعني ده عزره الوحيد ولكن هو في بعض الحاجات في المشهد الاخير يعني برضو ما زلت مش مبسوط منها رغم الحاجات القديمة والمؤسرات اللي هو ما بشتغلوا بيها ولكن في حاجات غريبة حصلت في المشهد الاخير زي مسلا بتشوف ان يعني الراجل اتضرب بالنار ايدي كلها طارت ولكن هو ما بيتوجعش ما بيعملش اي حاجة هو واقف ثابت في مكانه مستنيه لما يجي يضرب طلقة كمان عشان يبدأ يتوجع ساعتها بيشوف مسلا ان فيه واحد تاني بيخرج بيدربه بالنار ولكن هو بيروح لغاية كتفه حرفيا وبيدربه اما انت ممكن تدربه من بعيد يعني يعني فيه شغل ولكن يمكن هو المشهد ده الوحيد الطار من الاخراج ولكن برضو يعني ذلك يعني الاخراج بيقدم لنا حاجة جميلة جدا ومارتن سكورسيزي ابدع في الفيلم وكمان ما نقدرش ننسى برضو المزيكة الرائعة اللي مقدمة لنا من بيرنرد هيرمان يمكن الراجل ده توفى قبل عرض الفيلم بسنة ولكن الراجل ده من الاساطير عام المزيكة قبل كده الافلام زي فيلم سايكو وزي فيلم سيتزين كين فهو طبعا راجل اسطورة في عالم المزيكة والفيلم اشهد على كده المزيكة فيه رائعة فيلم اسطوري بكل المقاييس فيلم عايش ومخلد يعني الى ان تنتهي السينما فيلم يصلح للمشاهدة في جميع الازمان في اي زمن هتشوفه هيدي لك النظرة اللي انت محتاجها مش محتاج تشوفه في زمن معين عشان تقدر تفهمه بل يعني اي وقت هتشوفه فيه هتقدر تفهم هو بيناقش ايه بحب جدا فيلم تاكسي درايفر لدرجة ان انا النهار ده انا بحضر للمراجعة انا شايفه طبعا مرات كتيرة وحافظ اصلا المشاهدة اللي بتحصل فيه ولكن بما ان هي مراجعة يعني فبرضو انا بشغل فيلم وعد اجري فيه كده شوية اقاف عند الحتة المهمة حاجة افتكرتها اذا عايز ازودها كده كل الكلام ده فوانا بعمل مراجعة عملت ايه شغلت الفيلم ومجريتش فيه اي حاجة سيبت المراجعة وعدت اصلا اتفرج على الفيلم ولغاية ما خلصته خالص بعدين بقى كتبت المراجعة بتاعتي وبكده عزي المشاهدين ان يكون وصلنا لنهاية المراجعة قلولي اي رأيكم في المراجعة قلولي هل تحبوا اكرر الفكرة دي تاني وكل فترة كده نجيب فيلم من الافلام القديمة الافلام الاستورية دي ونعمل مراجعة ونتكلم عنه بقى بكل التفاصيل ونتكلم ونقعد نرغي مع بعضينا ما تنسوش طبعا بقى تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم متأكد انتم مشتركين في القناة ونفعلين الجرس عشان نصاركم كل جديد واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير اشتركوا في القناة